السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس سوف يكون مقدمة عن التعليق الصوتي سوف نقوم بشرح أسيات التعليق الصوتي وسيكون بداية لأي حد ناوي بدأ في مجال التعليق الصوتي مش هنشرح في هذا الدرس الكهير أو الأدوات اللي استخدم في التعليق الصوتي سواء كانت ميكروفونات أو كورسطوت أو جهاز استخدم للإدتينج ولكن ممكن يتم إضافته في درس منفصل أولاً إذا التعليق الصوتي يستخدم في كثير من الإعلانات أو كثير من الموشن جرافيك فيديوز يستخدم في الكارتون في الدوبلايج يستخدم في الأوديوبوك يستخدم في الأفلام الوسائقية يستخدم في عدة مجالات كثيرة أولاً إذا كنا بنعمل تعليق صوتي باللغة الأم طبعاً مش هيكون في المشكلة لكن أول مشكلة توجيهنا هو لو إحنا بنعمل VoiceOver ب Second Language فإذا بعض المخارج ما بتكونش سليمة فممكن يتم الحصول أو معرفة النطق السليم من خلال هذا الموقع فموقع موجود في عدة لغات أنا اخترت اللغة الإنجليزية من Language في عدة لغات الإيطالية والسويد والتركي والإنجليش فأنا اخترت اللغة الإنجليزية ثم هنا في المربع البحث ببحث عن أي كلمة فولاً يكون هنا نبحث عن communication لغات الإنجليزية من خلال هذا المحصول أو معرفة نحصول أو معرفة النطق السليم من خلال هذا الموقع ريستورونت هنا بيظهر عندنا فإذن بيبحث عن الكلمات طبعا هنا في أشياء كثيرة زي ولكن فروزز وطبعا ممكن نختار الأكسنت أعلم أعلم هل يبدو أعلم؟ هل هذا بخير معك؟ كل يوم ستكون بخير معي في أي وقت نتحدث؟ طبعا هنا عرفنا بسطة شديدة كيف يمكن أن نحصل على أي نقطة من خلالة الموقع أنا دلوقتي لدي سكريبت معين فأولا بقرأ سكريبت كل مرة واحدة ولكن السكريبت ذا عبارة عن أعمال كرتوني فبحط لكل أولا بحط الخطوط العريضة أو بحط عند كل الجملة اللي فيها بحط إي الجملة اللي فيها هادي بحط سي الكلمة اللي بكون فيها هابي بحط إتش طبعا لو لو العباء أو في مثلا جملة فيها غضوان بكتب أنجري يعني بحط خطوط بتبين لي الحالة بحيث أن بنتو الجملة بتذكر أن دي لازم أكون في حالة سعادة هابي أو هدوء أو ده كده كانت النقطة الثانية طبعا بالنسبة للتسجيل أثناء التسجيل لازم نراعي لأن ده طريق ستاندرد يعني ما نفعش أدخل للستوديو وأنا لتليفون المحمول آآ يشغل لازم أغلق تليفون الهاتف المحمول قبل التقاءة أو أثناء التسجيل أو قبل مدخل الاستوديو طبعا التعامل مع العميل آآ بيكون آآ بيكون آآ في هدوء مع العميل ويكون في صبر مع العميل لأن العميل مش يكون راضي عن أول عمل بسهولة هيطلب تعديلات كثيرة فبنحاول نصل إلى رضاء العميل في أثناء الستوديو أو في تأتيج الستوديو لا آآ ضمط ميك نويز ما فيش أي ضوضاء بمعنى آآ لا تنسل آآ الماكروفون تروعي يكون في قبضة يد بينك وبين الماكروفون أولا آآ بالنسبة طبعا في بعض الناس آآ أو لو كان اللي كان بيسجل الفويسوفر ولكن آآ بنت طبعا نراي لنرس أساور وأي شيء يصدر أصوات أساء الحركة آآ أو برسلة أي شيء من هذا القبيل آآ طبعا آآ حركة ليد وحركة الأرجل فما يكونش في أي ضوضاء إذا كان التسجيل برعا نعمل دروامي أو كارتوني أو تسجيل لأنيميشن فإذا بنطلب من العميل أنه يرفق لنا صور للشخصيات بحيث يكون عداء انطباع عن الشخصية الكارتونية لو فعلا تم التسجيل عادة الفويسوفر بيكون قبل التسجيل لكن بنطلب منه المود بورد أو السكتش وضحنا الشخصيات اللي هنقوم بتسجيلها طيب بداياتا تم التسجيل فبنراعي في هي حاجة اسمها نعمل كارتوني أنا بسجل عليكم شخصية في أعمال كارتوني فزاي بسجل الملف أنا بكتب أولا هزا الملف يكون zero one zero two zero three بعدها فصلة أو underscore اسم الشخصية بعد كدا بالتسجيل الحوار اللي كان فيه تكون بهذه الشخصية براعين نمج فلمات في جميع الملفات طيب فهنين هزا الفيديو بنتحدث عن زي نحصل أو إذا كانت منتج أو بروديوسر فزاي أجد التالنت أو الفويس أوفر أرتست فيه مواقع طبعا مواقع اللي عمال الحر كلها طبعا ممكن أجدها على تالنت من أشهر ايض المواقع فيه مواقع طبعا زي أبورك أو فيرلانسر موجود عليهم الناس بيشتغلوا الفويس أوفر لكن المواقع المخصصة تحديدا للفويس أوفر هما أشهر خمس مواقع كل هزي المواقع تستخدم تحديدا مخصصة للفويس أوفر هنلاقي عليها العديد من الفويس أوفر أرتست من جميع أنحل العالم بجميع اللغات طبعا ممكن تسجيل عليها كأكتر أو صاحب مشروع طبعا هرفق هزي المواقع في الوصف طبعا مطلوب يكون فيه موهبة مخاري الحروف هنركز عليها من الأفضل يكون مخاري الحروف بطريقة صحيحة يعني إن عرفت إمتى الحروف تكون مفخمة إمتى الحروف تكون رققة من أفضل الطرق لتعليم مخاري الحروف هو تعليق تعلم التجويد طبعا هرفق طبعا بعض الدروس لتعلم التجويد لأنه أفضل شيء هيعلم مخاري الحروف بطريقة صحيحة هناليا إن شاء الله الدرس بأن أنا طالما سجلت أعمل معين فأسجله بأكتر من سامبل والعميل بيختار العين المتاحة لي ثانيا في نهاية مش معنى أنا سلمت العميل ملف كده بحزف الملف من عندي أو برفع أونلاين وبكون بكتفي بهذه النسخة فلازم يكون عندي هارد أي هارد ولا يكون وان تيرة أو اتنين تيرة ما أحط عليه هزي الملف وخزنها للمستقبل أعمل هيرجع بعد فترة ممكن سانة سنتين ويطلب مني هزي الملفات بتعديل معين يقول لي يحزف نص معين يضيف لي فكت معين وطبعا من هزي البرامج أنا باستخدم عندي Adobe Edition لتعديل ملفات في بيرنابل مجاني هو الأدستي طبعا هنشرح هذه الملفات إن شاء الله في درس قادمة والدرس القادم إن شاء الله هتكلم عن الجير أو الميكروفونات المخصصة لتزيج الصوتي وإزاي ننشئ السوديو في المنزل بأبصد تكاليف إن شاء الله أتمنى أن يكون هزي الدرس المفيد وإلى اللقاء في الدرس القادم